بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين والمتابعات أهلا وسهلا ومرحبا بكم على خلفية عدم استكمال عملية اللقاح ضد وباء كوفيد 19 وزارة التعليم العالي تؤجل الدخول الجامعي إلى تاريخ 10 أكتوبر 2021 ميلادي حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تأجيل الدخول الجامعي 2021-2022 إلى تاريخ 10 أكتوبر 2021 وهو تاريخ الالتحاق الحضوري للطلبة بمؤسسات التعليم العالي وبناء على إرسال وجهه الأمين العام لوزارة التعليم العالي الاثنين إلى مديري المؤسسات التعليم العالي ومديري الخدمات الجامعية فإنه تم تحديد تاريخ 10 أكتوبر القادم لانطلاق الدروس في التعليم الحضوري بعد أن كانت تقييم المرحلي لعملية التلقيح التي تم تسخير كل الإمكانات المتاهة بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل ضمان توفير اللقاح لفائدة أعضاء الأسرة الجامعية منذ بداية شهر سبتمبر 2021 تبين أن العملية والتي تم إجراؤها بالتنسيق مع وزارة الصحة والقطاعات ذات الصلاة بالدخول الاجتماعي قد أظهرت أن حملة التلقيح في الوسط الجامعي لا تزال في حاجة إلى دعم وتكثيف بما يسمح ببلوغ نسبة مقبولة من أعضاء الأسرة الجامعية المتلقيين اللقاح ويتيح فعلا تنظيم الدراسة حضوريا وهو ما يملي استمرارية العمل التي يجب أن تتواصل بأكبر وطيرة ممكنة إلى غاية يوم السبت الثاني أكتوبر القادم على أن يبقى التعاون والتنسيق مع مديرية الصحة الولائية قائما بعد هذا التاريخ لتمكين الراغبين في تلقي اللقاح وأوضح الأمين العام لوزارة التعليم العالي في تعليمة تحديد تاريخ 3 أكتوبر لانطلاق الدروس المبرمجة ضمن الوحدات الاستكشافية والوفقية وذلك وفقا لنمط التعليم عن بود لكل الطلبة في حين يكون هذا الموعد فرصة لتمكين الطلبة الجدد في السنة الأولى من الطول الأول من الاندماج التدريجي في هذا النمط التعليمي وأكدت الوزارة أن استقبال الطلبة من قبل إدارة الخادمات الجامعية لا يكون سوى ابتداء من الثامن أكتوبر 2021 باستثناء طبعا الطلبة المعنيين بالامتحانات الاستدراكية أو المناقشات المتبقية بعنوان السنة الجامعية 2021 إلى هنا أكون قد انتهيت شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته